لا يزال خلاص هؤلاء السوريين تأرجح بين المصالح المتعارضة حول بلادهم التي مزقتها الحروب فما تفتأ بوادر انفراج أزمتهم تلح في الأفق حتى تضيقها بعض الأطراف مستخدمة ثقلها الدولي في ذلك والثقل الدولي هنا حق النقدي أو الفيتو لم يمضي الكثير على تصويت 13 عضوا في مجلس الأمن لصالح مشروع قرار تقدمت به ألمانيا وبلجيكا لتمديد المساعدات الإنسانية لسوريا حتى سارعت روسيا والصين لاستخدام حق الفيتو ضده موسكو وبعد الفيتو الخامس عشر لها بشأن سوريا اخترحت نصها المتضمن تمديدا لوصول المساعدات ضمن ستة أشهر فقط وعبر معبر واحد على الحدود مع تركيا بدلا من تمديدها لعام واحد عبر منطقتين باب السلامة وباب الهوى كما ينص المشروع الألماني البلجيكي الموقف الروسي الصيني لاقص تنكارا واسعا بدءا بالدولتين صاحبتي المشروع الأول مرورا بالولايات المتحدة التي اعتبرت أن هذا الموقف لم يكن مفاجئا باعتبار الدعم الذي تقدمه الدولتان لنظام بشار القاتل كما وصفته سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت واشنطن حملت موسكو وبكين المسؤولية عن معاناة نحو ثلاثة ملايين سوري أمام هذا الوضع يبقى مصير بطون الملايين من السوريين معلق بين تضارب مصارح القوى الغربية بينما تظل أنظارهم مشدودة إلى جلسة مجلس الأمن التي ستحسم اليوم نتيجة التصويت على نص المقترح الروسي عيسى بوسوسو الحدث